بصوا المسلسل ده أنا في رأيي يخلق نقلة نوعية في الانتاج الدرامي في منطقتنا العربية بالكامل ليه؟ أولا ده مسلسل كتابته وفكرة ان احنا نعمل المسلسل ده فكرة في منتهى الجرأة ده واحد اتنين الكتابة زائد الاخراج زائد التمثيل فكرة في منتهى الحكمة وهقولك ليه؟ تلاتة اللي تصدى لهذه المهمة الانتاجية المهولة والضخمة خد بالك تبتتكلم على تكلفة فعلا تخد وبنتكلم على انه لازم نسافر علشان ننقي مكان يبقى اقرب ما يكون للمنطقة اللي كان فيها حسن صباح بالقلعة بالظروف المحيطة انت بتتكلم على بحث علمي مدقق في طريقة استخدام اللغة والمصطلحات هتقولي حسن صباح كان بيتكلم فرسي ومسلسل يتكلم عربي ده مفهوم لكن طريقة الانطباعات والمصطلحات ومراعاة الظروف الزمانية والتاريخية الملابس الدكور البحث التاريخي اللي تعمل علشان ترتيب الاحداث العلاقة ما بين ابطال المسلسل وبعضهم البعض زي ما تكلم نيكولام عوض معنا دلوقتي فدي حاجة بتقول بيها المتحدة نحن هنا يعني عارف كده يقولك ايه فهي دي نفس القصة انا بقول يا جماعة انا عندي كيان انتاجي عملاق مهول مهول موجود في مصر وفي خدمة المنطقة العربية بالكامل اسمه الشركة المتحدة ده الحشاشين وخد بقى معاه 17 مسلسل تاني ان شاء الله لانه اظنهم تقريبا 18 مسلسل في هذا الموسم الرمضاني اظنهم اشوف انا وعش بلا بسي وقال يوسف الحسيني تصريحا غير دقيق هو قال 18 وطلعوا 18 وربع بجد مهم انا ما بزعلش بالناس اللي عايزة تقعد تصطيط في الماء العكرة يعني بشوفهم وبعدات حاجة بصراحة فانا اظن تقريبا هم 18 مسلسل في رمضان تقريبا ما بين مسلسلات 15 حلقة وما بين مسلسلات 30 حلقة فهيبقى عمل مهول مهول كريم عبدالعزيز انا في رأيي واحد من اهم واقوى ممثلين جيله بل ومن اهم الممثلين اللي ظهروا في مصر خلال العشرين سنة اللي فاتوا فتح عبدالوهاب فز شوف بقى كلمة فز دي بكل ما تحمله الكلمة من معنى احنا بنتكلم على يمكن عشان انا اتكلمت مع نيكولا فاخد حقه مني واحنا على الهوى فيمكن لانه كريم وفتحي غائبين انا بتكلم حقيقة على اتنين ممثلين انا في رأيي مواهب مخيفة لابعد الحدود قدرات تقدر تعمل بيها اي حاجة اللي اتنين اللي اتنين يعني قولي مثلا على اي دور كوميدي كريم او فتحي مش هقدروا يعملوه ودون اسفاف قولي على اي دور جد كريم وفتحي مش هيقدروا يعملوه دون اي تعقيد قولي على اي دور اكشن كريم وفتحي مش هيقدروا يعملوه ودون مبالغة كوميدي هتلاقي جد هتلاقي اكشن هتلاقي لو طلعوا متصوفين هتصدق جدا وهتقتنع لو طلعوا ابو لهب وابو الحكم هتصدق وهتقتنع وحقيقي انا بتكلم بامانة فعلا الاتنين دول مزهلين كلمة بقى عارفية كده جملة اقولك ايه ومتى يصلوا الى العالمية انا بالنسبة للجملة دي اتهلك من الدحك يعني ايه فلان يصل للعالمية اللي هو يعمل ايه يعني يشارك في فيلم او في مسلسل انتاج امريكاني او بريطاني او كندي او الماني ولا يصل الى العالمية انه اداءوا اداء عالمي فانا بقولك الاتنين دول عالميين قارن اداء فتحي وكريم كريم وفتحي باداء اروع الممثلين في العالم حاجة ما حصلتش ولهذا اعيد الشكر مرة تانية للمتحدة في مسألة الاختيار يمكن الاختيارات لا مش اختيار المسلسل الاختيار المسلسل ده يعني كلنا بالتأكيد ساعدنا به لكن انا بتكلم هنا الاختيارات يمكن ده بالتأكيد بيبقى شركة في الجهة الانتاج المتحدة من جهة بيبقى شريك فيه بيتر ميمي كمخرج من جهة بيبقى شريك فيه عبد الرحيم كمال ككاتب من جهة الاخيره بصراحة اختيار عظيم عظيم